مرحباً 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 درسنا اليوم عن صغة التفضيل ما بين شخص و مجموعة أشخاص أو شيء و مجموعة أشياء هنشوف أول حاجة تكوين هذه الصيغة بتتكون من ذا بلاس adjective يعني ذا زائد الصفة بلاس est في نهاية الصفة زي the tallest, the nicest, the biggest, the heaviest لما يكون عندي صفات مكونة من أكثر من مقطع يعني صفات طويلة بجيب قبلها كلمة the most أو the most dangerous the most important هنوضح أكثر من خلال الصور والأمثلة اللي جاية بص على الصورة الأولى هنلاقي إن فيه واحد أطول واحد في الفريق بنقول عليه the tallest one يبقى ممكن نصيق الجملة نقول he is the tallest one in his team يعني أضفنا ذا قبل الصفة وفي نهايتها est تعالوا نشوف أمثلة تانية أول مثال عندنا ants are small لكن هنقول إن النمل ده أصغر الحشرات هنقول ants are the smallest insects هعطينا كلمة the قبل الصفة وest في نهايتها old my grandfather is the oldest member in our family tortoise slow the tortoise is the slowest animal زي ما احنا قلنا بنجيب the زائد الصفة زائد est نشوف أمثلة تانية the elephant is big نقدر كمان نقول إن الفيل هو أطخم حيوان نقول elephants are the biggest animals نلاحظ إن الصفة big تنتهي بحرف ساكن قبل حرف متحرك لما بنجيبه في صفة التفضيل بنضعف الحرف الأخير يعني بنخليها double g est نشوف أمثلة تانية لنفس الصفات summer is the hottest season برضو الصفة hot تنتيب حرف ساكن قبل حرف متحرك ضعفنا الحرف الأخير وحطنا est في نهايت الصفة fat نفس الكلام he is the fatest boy in his friends double t est يبقى مجموعة الصفات دي لما بنجيبها في صفة التفضيل بنجيب قبلها ذا زايد الصفة زايد double letter اللي هو الحرف الأخير بنضعفه زايد est مجموعة تانية من الصفات تنتهي بحرف ال y وقبلها حرف ساكن ال y بيتشال ونحط مكانه i وبعدها est في نهاية الصفة يعني زي lazy أخرها y قبلها حرف z تبقى the laziest i est he is the laziest one يعني هو أكثر شخص كسوري نشوف أمثلة تانية لهذه الصفات heavy برضو أخرها y تنتهي بحرف y وقبلها حرف ساكن happy نفس الكلام تنتهي بحرف y وقبلها حرف ساكن بنشيل ال y ونحط i est وقبل الصفة ذا this box is the heaviest box my birthday is the happiest day يبقى the زاد الصفة زاد i est مجموعة تانية من الصفات تنتهي بحرف ال e يبقى مش محتاجة غير st بس في نهايتها لما جاء أقارن ما بينها وبين أشياء أخرى زي fine يبقى the finest today is the finest day أمثلة تانية large أخرها e nice أخرها e بس بنحط st لما يجب نستخدمهم في صيغة المقارنة أول it is the largest present i had he has the nicest smiling face يبقى that زاد ال adjective الصفة زاد st لأن الصفة تنتهي بحرف ال e عندي مجموعة من الصفات غير منتظمة لا ينطبق عليها القاعدة السابقة زي كلمة good زي كلمة bad زي كلمة far نشوف صوت التفضيل من هذه الصفات good تبقى the best bad the worst far the farthest أو المونة is the best student at English هي أفضل طالبة في اللغة الإنجليزية the park is the farthest place in my town يعني الحديقة هي أبعد مكان في البلدة بتعتي his marks are the worst in the class يعني درجاته هي الأسوأ في الصف في مجموعة أخرى من الصفات اللي احنا قلنا عليها صفات طويلة أو صفات مكونة من أكثر من مقطع زي interesting زي dangerous الصفات دي ما ينفعش أحط لها ect في نهايتها لكن بجيب قبلها the most أو the most interesting the most dangerous أو playing football is the most interesting hobby lions are the most dangerous animals يبقى الصغة بقول the most زائد الصفة the most interesting the most dangerous أمثلة أخرى لهذه الصفات important the most important الأكثر أهمية dangerous the most dangerous valuable the most valuable beautiful the most beautiful wonderful the most wonderful fantastic the most fantastic famous the most famous interesting the most interesting expensive the most expensive action films are the most interesting films lions are the most dangerous animals America is the most famous country 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 اشتركوا في القناة